تابعنا قمة المناخ كوب 26 في جلاسكو والتي واصلت دقة ناقوس الخطر بالنسبة لتدعيات التغير المناخي ومصادر عنها من نتائج وتعهدات خاصة من الدول المتقدمة وربما القرى الأفريقية والدول الأفريقية قد تدفع الثمن الأكبر في مسألة التغيرات المناخية نتوجه إلى معالي السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا أهلا بك كيف تنظر إلى هذه المتغيرات المناخية وكيف ستؤثر على موارد أفريقيا المائية والزرعية أهلا بك نحن في حاجة إلى الأمال القديدة ونيابة عن فخامة الرئيس تنزانيا وأننا في الواقع أننا نود أننا سعداء بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم أصحاب المعالي في الواقع أن التبعات الاقتصادية والتدعيات الاقتصادية نتيجة لالجائحة تستمر في التأثير خاصة إن وضعنا في الاعتبار أننا يجب أن نقوم بتطبيق وتلبية احتياجات تنمية أهداف التنمية المستدامة وشأن دول كثيرة في العالم أدت الجائحة إلى طابات قطاع الأعمال وأيضا إلى التأخر في مجال الانتاج والصناعة وبالطبع كان هناك في حاجة إلى التركيز على تحقيق التعافي الاقتصادي من أجل نظرة مستقبلية تطلعية أن هذه الجائحة لم تؤثر على الحكومات فقط ولكنها أثرت على الحياة اليومية للشباب ولذا اعتمدنا على استراتيجيات الحكومات من أجل تحقيق الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي مضى عامين على اندلاع هذه الجائحة ونحن الآن لم نتعافى بعض في معظم الدول خاصة بعض دول القارة الإفريقية لم يكن التعافي سهلا خاصة وأن هذه الدول الإفريقية دول شابة ونسبة الغالبية هم من الشباب ولكن بالطبع كان هناك تدابير وإجراءات تم اتخاذها من أجل إنعاش وتعافي الاقتصاد في العالم وخاصة القارة الإفريقية في الواقع أن النسخ الثلاث السابقة التي جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم لكي انخراطهم في اتخاذ القرارات وصنع القرار وأيضا مواجهة التحديات التي ربما قد تعوق السلام العالمي وذلك وأيضا كان هناك استغلال للشباب من خلال مهاراتهم وابتكارتهم وبالطبع بعد التعطل الذي كان نتيجة الجائحة نحن نشجع على منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة وذلك من أجل استماع إلى كافة الرؤى والذي يمكن الشباب للانخراط مع صناع السياسات من أجل جعل عالمنا عالم أفضل ومن ثم فإنه أمر حتمي أن نسرع في اتخاذ الخطوات الجادة من أجل بناء المستقبل ومن أجل أن نعيش في عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية سيداتي والسادة على الرغم من التحديات فأن العالم في حاجة في أن يستمر في مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة بما في ذلك تحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع نطاق التشريعات والسياسات حول العالم على نحو مشابه يجب أن نلاحظ أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمال سكان العالم ومن ثم فإنه أمر جوهري أن نبذل الجهود من أجل التعافي الاقتصاديات وأن يصبح الشباب جزءا لا يتجزأ وشريكا فاعلا في مجتمعات ولذا أنا أدعو إلى جهودا مشتركة بين الاتعادة الإفريقية الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى والأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة أن يقوموا بضع استراتيجات وسياسات شاملة للتغلب على هذه التحديات ومجابهاتها وأيضا روح التعاون والصداقة في كثير من الأوجه مثل تحقيق الأمن الصحة التكنولوجيا الزراعة وأيضا البنية التحدية الجمع الموقر لكي أختم أو أتمنى لكم منتدا ناجحا ومثمرا وفاعلا وأن نعطي مزيدا الاهتمام لتطلعات وطموحات أل الشباب وأيضا تحقيق التنمية ونشر الأنشطة المختلفة بين الشباب من أجل تحقيق أعداف التنمية المستدامة وشكرا جزيلا على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر